بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبركاته معنا سيدنا وحمدنا على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سؤال جواب مع درس حق النفس مدخل القسط الصبر واليقين السؤال الأول يقول يندرج درس الصبر واليقين ضمن مدخل يعني يشمل مدخل كنت أمي له درس الصبر واليقين الصبر واليقين طبعا يندرج ضمن مدخل القسط والقسط كما سبق أن شرحناه في حصة سابقة هو العدل والحق والحقوق تنقسم إلى ثلاثة أقصام في الإسلام الحق الله تعالى وحق النفس وحق الغير وكل الحقوق ميزتها في الإسلام أنها ربانية مصدر الغاية وأنها تنتهي إلى الله عز وجل من حيث المصدر ومن حيث الغاية فحق النفس مثلا التزكية فإذا قلنا أن الإنسان يؤدي حق النفس في التزكية فهو بطريقة غير مباشرة يؤدي حق الله لأن الله هو الذي أمره بأن يزكي نفسه وعندما نقول بأن الصبر اليقين حق من حقوق النفس فالذي أمره بالصبر والذي أمره بليقنه الله تعالى فهو بالتالي يؤدي حق الله تعالى إذن لكن لو طرح علينا سؤال كهذا الصبر اليقين حق من حقوق ماذا هل هو حق من حقوق الله حق من حقوق النفس من حقوق الغير طبعا نجيب بشكل مباشر بضاعة نردت إلينا الصبر اليقين حق من حقوق النفس على ماذا يطلق الصبر هل يطلق الصبر على العلم التابت الراصخ في القلب رسوخ اعتقاد جازم لا يخالطه شك ولا ظن كلمة يطلق يعني ما هو التعريف يعني ما تقول لك يعرف أو على ماذا يطلق الصبر أو من مراد من الصبر أو من مقصد من الصبر أو ماذا نقصد بالصبر أو اشرح معنى الصبر أو اشرح ما تحتوي خطي لجهة كلمة الصبر في الوضعية أو اشرح ما يلي واسترولك مثلا لا إنما يوفى الصبر ونأجرهم بغير حساب أشرح ما يلي الصابرون الصابرون مأخوذ من الصبر والصبر هو ماذا وشو العلم التابت الرسخ في القلب رسوخ اعتقاد جازم لا يخالطه شك ولا ظن أو هو كل ما يدفع المرء إلى العبودية لله تعالى مع حرص شديد على إخلاص النية له عز وجل واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو هو قدرة الإنسان على تحمل مصاعب والابتلاءات على اختلاف أنواعها والقدرة على حبس النفس عن ارتكاب المعاصي والفواحش الجواب الأخير لهو قدرة الإنسان على تحمل مصاعب والابتلاءات على اختلاف أنواعها والقدرة على حبس النفس عن ارتكاب المعاصي والفواحش هذا هو المعنى الصحيح ديال الصبر واليقين ما هو اليقين هو العلم التابت الرسخ في القلب رسوخ اعتقاد جازم لا يخالطه شك ولا ظن هذا هو الجواب الصحيح وليست هو قدرة الإنسان على تحمل مصاعب وليست هو جواب اكره من نفس فيما لا ترغب تجليات اليقين ومظاهره يعني فين كي بلية تجليات ذي اليقين قل لك وش من تجليات اليقين ومظاهره تجليات اليقين ومظاهره قل لك هي نفس تجليات الصبر وأنواعه نعم أم لا؟ أم لست تدري الجواب طبعا هو لا لأن لكل تجلياته ومظاهره فالابتعاد عن المعاصي والذنوب وش من تجليات ومظاهر الصبر ولا اليقين ولا الصبر ولا اليقين لا من أنواع الصبر الصبر عن المعاصي فالابتعاد عن المعاصي والذنوب مظهر من مظاهر وتجليات الصبري السؤال يقول حسن التوكل على الله وعدم تعلق القلب بغيره عز وجل وش هو من مظاهر الصبر ولا اليقين لا هذا من مظاهر اليقين لماذا لأن حسن من اليقين في الله عز وجل أنك تدير اليقين تلك بين الله عز وجل هو الرزاق وأنك توكل عليه عز وجل وتمشي وتقلاب على الشغل وتقلاب على أسباب دير الرزق قوله تعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون هذه الآية واش تشير إلى الصبر ولا إلى اليقين ولا إلى الصبر هذه الآية تشير إلى الصبر الصبر على البتلاءات قوله تعالى يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون هذه الآية هل هي تشير إلى الصبر أم تشير إلى اليقين أم تشير إلى الصبر واليقين هذه الآية تشير إلى صبر ويقين أو هذه الآية تشير إلى اليقين بالدرجة الأولى لأن فيها عدم اليأس واليأس ضده اليقين ضد اليأس الأمل وضد اليأس اليقين إذن هذه الآية تشير إلى اليقين في الله قوله تعالى قال مل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن ياتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم هذه الآية تشير إلى صبر ويقين تشير إلى صبر فصبر جميل ويقين عسى الله أن ياتيني بهم جميعا يقينه في أن الله عز وجل سيجمعه بهم يعقوب عليه السلام قمة في اليقين وقمة في الصبر قوله تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هي تلك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون هذه الآية فيها الصبر عن المعصية ولا الصبر على الابتلاءات والشدائد ولا الصبر على الطاعة لهذا الصبر على المعصية والصبر على الابتلاءات والشدائد والصبر على الطاعة هذه ثلاثة دي الأنواع دي الصبر ثلاثة دي التجلية دي الصبر ثلاثة دي المظاهر دي الصبر ولكن هذه الآية دي الوروضة التي هو في بيتها عن موروضة معصية يوسف صبر على المعصية ولا صبر على الشدائد ولا صبر على الطاعة هنا صبر عن المعصية الصبر عن المعصية يكون بعدم ارتكابها والصبر على الطاعة يكون بإتيانها والصبر على الاتلاءات والشدائد يكون بتحملها وعدم الجزع منها وعدم الشكوى منها وتفويض الأمر في حلها إلى الله عز وجل قال تعالى وَلَقَنْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّنَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ هذه الآية وش فيها صبر على المعصية ولا على ابتلاءات الشدائد ولا على طاعة هذه الآية فيها الصبر على ابتلاءات والشدائد نحن نكذب وأوذ والإيداء ابتلاء وتكذب ابتلاء فهذه الآية فيها صبر على الابتلاء والشدائد قول تعالى في صورة الكهف وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنَ اغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطَاءَ في هذه الآية صبر على المعصية ولا على الابتلاءات ولا على الطاعة هذه على الطاعة لأن الله عز وجل قال لهم واصبر نفسك لسيد محمد صلى الله عليه وسلم ولكل من هو مسلم ولكل من هو مؤمن ولكل من وجد نفسه غريبا في مجتمع منحل أخلاقيا الله عز وجل قال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغذات والعشيئين مع الذين يدعون ربهم صباح مساء يريدون وجل الله تعالى ولا تعدوا عيناك عنهم لا تلتفت إلى غيرهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطعماً أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه أخطر مصيبة هي أن يتبع الإنسان هواه ويغفل عن ذكر الله والعياذ بالله فهذا أمره كان فرطاً نحن بالدرجة نقول فرط أمرهم فرط فرط يعني خاسراً وكان أمره فرطاً كان أمره خاسراً وغير مرضي أبداً إذن في هذه الآية الصبر على الطاع ما علاقة الصبر باليقين في الإيمان والعامل وش على العلاقة بينهما هي علاقة أصل بفارة أو لا علاقة سببية أو لا علاقة إلا درت لا علاقة فأنت لا علاقة إلا درت لا علاقة إلا درت علاقة سببية فمن أسباب العامل جميل الصبر وحسن اليقين وصدق الإيمان وصحته فهنا من أسباب العمل نحن ندرع الصبر وليقين إذا العلاقة بينهما هي علاقة أصل بفرع شكونا هو الأصل وشكونا هو الفرع اليقين هو الأصل والصبر هو الفرع لأنه أنت لو لا يقينك بأنك يجب عليك أن تجتهد وأن تدرس وأن تبحث عن الأجوبات التي تطرح هذه الأسئلة لما صبرت معنا وأنصت لنا ولما صبرت على الاستماع لأساتدتك ولما صبرت على الذهاب صباح مساء إلى المدرسة ولما صبرت على كلام أمك وأبيك عندما يدعوانك إلى الاجتهاد وإلى لما صبرت على كل هذه الأمور لكن يقينك أن النجاح لا يأتي إلا بهذه الأمور وإلا بهذه الأشياء هذا اليقين هو الذي يدفعك إلى الاجتهاد وإلى تحمل كل هذه الأمور لو لا يقين الإنسان بأن الرزق لن يأتيه إلا إذا عمل وإلا إذا اشتغل لما صبر على ذهب إلى الشغل وإلى البحث عن عمل لو لا يقين الإنسان بأن الله عز وجل سيحاسبه وبأن الله عز وجل يراقبه وبأن الله عز وجل سيسأله لما ابتعد عن المحرمات ولما صبر على الطاعات لو لا يقين الإنسان بأن الجنة تحت أقذام الأمهات وبأن الطاعة الأبي من أسباب دخول الجنة لما صبر في بعض الأحيان على أو في معظم الأحيان على أخطاء أبيه تجاهه أو أخطاء أمه تجاهه عندما يخطئ مثلا الأب أو الأم تجاه الإبن إما بسوء تصرفين أو بسوء كلامين فيصبر هذا الإبن يصبر لماذا؟ ليس لضعف منه ولكن ليقينه بأن الله عز وجل أمره بالصبر على الطاعة ومن طاعة الله طاعة الولدين إذن علاقة الصبر باليقين علاقة أصل بفرع فالصبر ثمرة من ثمارات اليقين وكلما زاد يقين العبد بالله إلا وزاد صبره وبالتالي زاد عمله وصح إيمانه وقوية الصلة بينه وبين الله على ما يدل قول علي بن أبي طالب كرم الله وجاه ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له لا إيمان لمن لا صبر له وهذه كانت درعاة مثلا علاقة الإيمان بالصبر علاقة تربط تلك المنف لا يصح إيمان المرء إلا إذا صبر والصبر والصبر من ثمارات الإيمان أو من شروط الإيمان إذن على مدى يدل قول إمام العليينtop كرم الله وجهاه أنه لا إيمان لمن لا صبر له يدل على أن عدم الصبر يؤدي إلى الكفر بالله والعيد بالله أم يدل على أن الصبر يمكن أسس ثابات الإيمان أم غير ذلك لدرتي غير ذلك فأنت غير ذلك ولدرتي يدل على أن عدم الصبر يؤدي إلى الكفر بالله والعياذ بالله هي بالضرورة لأنه كان هكذا سارع الغضب وكما يصبر ولكنه مؤمن بالله يمكن أن ندمير عنك فيدل هذا الأمر على أن الصبر يمكن أساس ثابات الإيمان الصبر الرسول صلى الله عليه وسلم على شروط وبنود صلح الحديبية هل هو كان هذا الصبر دير الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام كان نتيجة يقينه بين المشركين أكثر عدة وعدد من المسلمين أم يقينه عليه السلام بأن الصلح هو الطريقة الوحيدة الحفاظ على أرواح المسلمين أم يقينه بأن الله سيحقق له الرؤية المتعلقة بفتح مكة إلى درتي بأن يقينه عليه السلام بأن الصلح هو الطريقة الوحيدة التي سيحافظ بأرواح المسلمين وكين معارك وكين محطات وكين مواقع اللي لم يرضى بها النبي ولم يرتضي للمسلمين الصلحة فيها بل حاربة خاصة حاربة المعتدين عليه والمعتدين على المسلمين من شتى الطواف طواف غير مسلمة طبعا فالجواب الصحيح هو يقينه بأن الله سيحقق له الرؤية المتعلقة بفتح مكة لو لا يقين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سيحقق له الرؤية المتعلقة بالطوافح ولمكة المكرمة لما صبر على تلك الشروط المجحفة والقاسية في صلح الحديبية ورأينا في درس صلح الحديبية كيف أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق جاء يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم حول مسألة قبوله بشرط الحديبية فقال يا رسول الضال لمدنية على ديني نحن لاش رضاو بدت الدل ونحن أكثر قوتان وفينا اللي غيش ضرباء ولا خمسة من هذا الكفار ومع ذلك نرضاو بدت الدل لاش رضاو احنا بدت الدل وبدت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أو مصدقية أنت قال لا لا نعم إن عمر بن خطاب قال لي يا نبي الله يقول أننا سنجيه ونطفوا هذا يا رجل واش بلت اليك أنا قلت لك غدت الطف هذا العام ولي قلت لك غدت الطف بيه قال الله قلت لك غدت الطف بيه قال فإنك آتيه ومتوقف به فهذا من باب اليقين ديل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كانش في الطب ديل ولمكانش في القمة ديله عن بعض الصحابة هذا اليقين النهار الصلح الحديبية ما كانش اليقين تام علش النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش المغزبين عفو أن اليقين لأن اليقين عند الصحابة كين ولكن المغزى الوضوح التام من قبول النبي صلى الله عليه وسلم للصلح الحوديبية والشروط الصلح الحوديبية ما كانش مفهوم عن بعض الصحابة فمن يجوا تفاوضوا على رأس سيدنا عمر بن الخطب من يجوا كيسولوا النبي صلى الله عليه وسلم علاش رضينا وعلاش هذا وهذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المسألة الرؤية ستتحقق لما حالا وأنهم سيطفون به وكان غلب المسألة دي للسلم والصلح وفي هذا كما شفنا في الدرس للصلح الحوديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم قائد لا مثيل له ولا نظر له لا من حيث الشورى ولا من حيث الصبر على الجند ولا من حيث الصبر على الصحابة الذين كانوا معاه ولا من حيث تغليب مصلحة العامة على المصلحة الشخصية ولا من حيث تغليب السلم على العنف ولا من حيث تغليب الصلح على الحرب إلى غير ذلك فهو كان قائدا حقيقيا وكان قائدا فدا وكان قائدا لا نظر ولا مثيل له على الإطلاق عليه الصلاة والسلام السؤال يقول صبر يعقوب عليه السلام على مكائد أبنائه وفراق ابنه يوسف كان نتيجة ماذا نتيجة يقينه بأن رؤية الأنبياء حق وأن الله سيحقق رؤية يوسف ويجمعه به مرة أخرى أم يقينه بأن الأبناء لا يصلح لعوجاجهم إلا الصبر أم يقينه بأن مكائدهم ناتجة عن حبهم له عليه السلام الجواب طعان يقين يعقوب عليه السلام بأن رؤية الأنبياء حق وأن الله سيحقق رؤية يوسف ويجمعه به مرة أخرى هو الذي جعله هذا اليقين هو الذي جعله يصبر على مكائد أبنائه وفراق يوسف عليه السلام سؤال يقول حدد موقفك ممن يشتغل في عمل محرم بدعوه أنه لا يجد عملا حلالا الأخ والأخت لقد يجاوبوا على هذا السؤال حيدوا لي العاطفة الله يرحم بابكم حيدوا لي العاطفة الله يرحم الولدين ما كان جاوبوش بالعاطفة كان جاوبو بدكش اللي قلنا في الدروس أنت عندك الدرس مرتبط بمجموعة دي الدروس مرتبط بالعفة مرتبط بالوقع من الفواحش مرتبط بالإيمان مرتبط بالغيب مرتبط بالصبر مرتبط بالياقين فمن يشتغل في عمل محرم بدعوه أنه لا يجد عملا حلالا حيد لي الحانة اللي عندك أنت ويكون قلبك رمسكين الظروف قاسية وفي نوع الإيمان بالغيب العمل حرام رمض ضرورة تبيح المحظورة وفي نير وقايم الفواحش لا 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 مشي مشكلة يفكر في عمل آخر في نوع الصبر حتى الصبر ومفتاح الفرج إذا حدد موقفك ممن يشتغل في عمل محرم بدعوه أنه لا يجد عمل حلالا أنا لا أتفق مع هذا الأمر لماذا؟ لأنه يتوفق مع الشريعة الإسلامية التي تبيح ارتكاب المحظورات عن الضرورات خطأ لأن صاحبه مخير في هذه الحالة ولا حرج عليه إذا ما اختار العمل محرم خطأ أنا لا أتفق مع هذا السلوك لأنه سلوك لا يجوز في الشرعي ولأنه يتعارض مع تعاليم الإسلام الداعية إلى الصبر عن الحرام واليقين في فرج الله تعالى يخاف كثير من الشباب اليوم من مسألة الرزق وانعدام فرص الشغل في المستقبل ما رأيك في هذه المخاوث؟ الجواب هو لا يجوز الأمر لأنه يتعارض مع تعاليم الإسلام الداعي للصبر على الابتلاء وليقين في أن الله ورزق أو هذا التخوف جائز لأنه معقول ولا يتعارض مع الشرع الذي يدعون إلى التفكير والتفكر في المستقبل والتخطيط له الجواب هو أن هذا الأمر لا يجوز الإنسان التخوف من مسألة الرزق في المستقبل وانعدام فرص الشغل لماذا؟ لأن هذا الأمر يتعارض مع تعاليم الإسلام الداعي إلى الصبر على الابتلاء وليقين في أن الله عز وجل هو الرزاق ومن يتق الله يجعل له مخراجا ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب يمكن أن تنال الإمامة في الدين بماذا يمكن الإنسان أن ينال الإمامة في الدين يكون نعم سيد إقراض في الدين ويكون نعم سيد إمام في الدين الإمامة مرتبة هالية في الدين واش بالصبر من غير يقين أولا بيقين من غير الصبر أولا بلا صبر ولا يقين أولا بالصبر واليقين فهناك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين وقال أيضا العلماء أن الدين لا يكتمل ولا يصح ولا يقبل إلا إذا جمع الإنسان بين الصبر واليقين رزقنا الله عز وجل الصبر واليقين الصبر بأنواعه وتجلياته ومظاهره اللي هي الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على الابتلاءات والشدائد واليقين الذي قال فيه الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إلى هنا تأتي هذه الحصة دمتم بخير وإلى اللقاء